في مبادرة فريدة من نوعها تم تنظيم معايدة جماعية في ساعات المساء في المركز الجماهيري ببلدة حورة في النقاب بهدف تصفية النفوس من البغضاء والشحناء والعمل على بناء مجتمع متسامح كانت مبادرة طبعا من الجمهور أنه في ناس ما بكون في المسجد في صبيحة يوم العيد فمن المفروض يكون لقاء لهؤلاء لقاء معايد وهو لقاء اجتماعي صاحب قيمة أساسية وقيمة مضافة قيمة أساسية أن نلتقي معايدة ونتصافح التصافح الأيدي وتتصافح القلوب وتتآلف يوم عيد كي أنا مدرت بمعايدة وفي هذه المعايدة أنا أقول بم نصافح بالأيدي وإنما نتصافح بالقلوب ولذا أتينا هنا من كل العائلات ويهودا وعربا من أجل أن نتصافح لكي نمحى من الوصمة لأخذت أبلدنا حورة خلال اللقاء الذي حضره ضابط الشرطة الجماهيرية في البلدة تحدث الحضور عن الحاجة إلى توجيه الأبناء ضد الجريمة وتخريب الممتلكات والسياقة المتهورة والعنف الذي يمسه بالسلم الأهلي وبسمعة الأهل على مختلف انتماءاتهم العشائرية والاستمرار في لقاءات التعارف بين أبناء البلدة الواحدة من أجل نزع فتيل العصبية القبلية والطاقات السلبية خاصة في صفوف الشباب سونا لقاء معايدة ومنه بنحث للأهالي وكل واحد مسؤول عن أولاد العيد هذا طبعا الكل يطلع رحلات وجولات من هالنوع وبنحثهم الكل يعني يدير بل على أولاده على أخوانه في تهور مع الأسف الشديد من شبابنا يسوقوا بأداب وبأحترام جئنا هذا المساء إلى هذا البلد الطيب العامر حورة اللي أنا بعدها لا هي شمال ولا هي جنوب كي احنا وين نروح؟ نروح على بلد الطيب اللي هو بلدنا الثاني نعايد على إخواننا جميع بمناسبة عيد الفطر السعيد إن شاء الله يعاد على الجميع بالخير والبركة والمحبة بقي أن نشير أن بلدة حورة اتسمت خلال شهر رمضان المبارك بالهدوء حيث ولأول مرة لم يتم تسجيل أعمال عنف لافتة ويعمل القائمون على هذا المشروع أن يستمر في السنوات القادمة من أجل بناء مجتمع مبني على الأخلاق الحسنة التي تعتبر أساس المجتمعات الراقية